بسم الله الرحمن الرحيم ومن أضل ممن يدلو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعاء موافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادة كافرين وإذا تتلعون آياتنا بينات قال الذين كبروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريتم فلا تبكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تريدون فيه كفابه شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدا من الرسل وما أدري ما يفعل لي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكبرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مذنه فآمنوا واستكبرتم إن الله لا يهزي القوم الظالمين وقال الذين كبروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حبلته قرها ووضعته قرها وحوله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالح أنت الله وأصلعني بذريتي إني تبتل إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعلى الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أفل لكما أتعداني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله وإلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا ساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم وقولوا فيه أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يغربوا الذين كوروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون على بلهون بما كنتم فاليوم تجزون على بلهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنزل قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلبه أن لا تعبدوا إلا الله إني أخار عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله أملئكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض منطرنا بل هو ما استاجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكرهم كذلك نزل قوم المدرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم وجعلنا لهم سمعوا وأبصاروا وأفهده فما ولا نمسمهم ولا أبصارهم ولا أفهدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق مما كانوا به يستهدون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرآن وصربنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك يفكرهم وما كانوا يفترون وإذ صربنا إليك نظرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أرسطوا فلما قض يولوا إلى قومهم من دنين قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يدائه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من دنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك من ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرضوا الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجلهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة منها بلاغ فهل يهلق إلا القوم الفاسقون